الحديث انضموا إلينا هنا في الستوديو المحلل السياسي عبدالستار الشميري أستاذ عبدالستار مرحبا بك أهلا وسهلا بك كيف قراءة تصريحات ليندور كينغ يتحدث عن مؤشرات إيجابية ما هي هذه المؤشرات الإيجابية؟ هل تحققت هذه المؤشرات الإيجابية في الفترتين الماضيتين من الهدنة؟ بعد التحية لك ولمشاهدين الكرام طبعا المبعوث الأمريكي يتحدث عن رؤية بلده من الزاوية الأمريكية أنها لم تستطع إحداث أي اختراق في القدار الأزمة اليمنية منذ سنوات اصطدمت الآخر مبادرة كبيرة للأمريكان وهي مبادرة جونكيري بالتعنت الإيراني والحوثي فأولق هذا المسار في اليمن كان هناك ثلاثة مسارات متوالية كان يتوقعها المجتمع الدولي أولى المسارات كانت في بداية الانقلاب في 2014-15-16 كانت القارات تحتشد لدعم الشرعية في حسم عسكري ولكن بعد قولات الحرب وإخراج الحوثي من القنوب تحديدا من عدن ومن بعض طعز ومارب وقدت الأمم المتحدة التي هي نافذتها أمريكا الأمم المتحدة عندما نقول أن النافذة الحقيقية للرؤية هي نافذة أمريكية وقدت من واقعية السياسة الأمريكية أن لا نذهب إلى حرب رغم أن أوباما وبعده ترامب كانوا يميلون إلى دفع التحالف وتشقيعه ودعمه في موضوع الحسم العسكري تفتقت الرؤية الثانية أنه نعمل حل سياسي اصطدم الحل السياسي إذن كان هذا هو الخيار الثالث نحن الآن في المسار الثالث على مستوى الرؤية السياسية الأمريكية أو الغارقية نحو بلدنا اليمن وهو مسار ممكن نسميه مسار التسكين التبريد التجميد عبر الهدن تطمح هذه الرؤية أنه وقف إطلاق النار تماما تأمين مصادر الطاقة أي حرب في اليمن يعني شوشرة على مصادر الطاقة خاصة وأن إيران دفعت بأسلحة بحرية وبدأت تناوش بعض الناقلات النفطية وتلعب في البحر الأحمر ما تريد أمريكا من اليمن أمرين لا ثالث لهم حتى يفهم اليمن ما أهمية اليمن وما هي الرؤية الأمريكية تقاه اليمن منذ ثلاثين عام أو أربعين عام كانت السياسة الأمريكية تقاه اليمن أمنية تقتصر في الجانب الأمني الاستراتيجية الأمنية تأمين الطرق النفط وطرق الطاقة وأيضا مكافحة الإرهاب ليس هناك رؤية أمريكية بعيدة عن هذا المنال ولذلك أمريكا تجد الآن أنها إذا حققت هذا الهدف من خلال تسكين العملية عبر الهدن فأنها أحدثت لكن من وجهة نظر اليمنين هل هذا الكلام الأمريكي يتطابق مع ما يريد اليمنيين في قضاء؟ طبعا بالتأكيد لا لكن نقول أولا وأخيرا أمريكا هي أصلا وأول المتحدة ليست كعبة وليست بيت الله وليست جمعية خيرية هي لا تهب شيء إلا إذا كان لها مصلحة ولها هدف وهدف أمريكا في هذه اللحظة مع الحرب الكورانية الروسية وضيق أو قلة مصادر الطاقة وأن تسكن المسألة حتى إلى حين ولكن الآن يستوجب الدور الحكومي الدور المجلس الرئاسي يعني دور الدولة هنا يفترض أن يكون موجودا حتى لا نصل إلى مرحلة التجبيد نعم هذا الذي يبغي أن يكون دور الدولة أن تبحث في مسارين متساويين تبحث عن المسار السلام وعن مسار الخيار السلاح الحوثي يحارب ويفاوض وهذا واضح الإيرانيين يقيدون يعني اللعبة شطرنج وهم ملوك شطرنج لا شك ويقيدون تدويق العالم في مفاوضات طويلة وبرتكولات عميقة ولا أدل من ذلك الملف النموي وغيره من ملفاتهم يعلمون الحوثي أو يديرون الحوثي في هذا الاتقافي أنه يفاوض لكنه في نفس الوقت ينتزع مكاتب على الأرض إخفاق الشرعية الآن والمجلس الرئاسي أنه يفاوض ويذهب إلى الخارج لكن ليس هناك حرب ليس هناك صد يعني عندما يهجم الحوثي في 800 اختراق خلال الهدن الثلاثة أو أكثر في تقديرات العسكرية للبعض ولا نقيد صدا رادعا نقول أن هناك إخفاق وأن الشرعية لازلت تفاوض لكن لا تقوي مسارها العسكري والمسار العسكري هو الوحيد الذي يمكن أن يضع الشرعية والمجلس الرئاسي ويحسن شروطها في طاولة المفاوضات هذا ما نتمنى وهذا الحرب يتعني ابتداء توحيد لحمة القيش وإعداد وحدات نوعية قادرة على الصد هذا الأمل ولكن هذا الأمل هل سيكون واقعا لأمام المجلس الرئاسي هناك اشتباكات مختلفة الآن في مناطق الشرعية تعيق أيضا عن الذهاب إلى مواقهة الحوثي في تعز وفي مارب والحوثي يصل ويقول في البيضاء وينتزع مكاسب وغرافية جديدة ولذلك تنبيه المجلس الرئاسي إلى العودة إلى المسارين هو مسار الحل العسكري وخياراته ومسار التفاوض هو الأساس وإذا أخفق في إعداد المسار العسكري سينعكس طبعا على المسار السياسي سوف يفقد كثير من الرهانات التي يراهن عليها الشعب اليمني في أن يتقدم شيء أو ينتزع على الأقل مكاسب إنسانية كفتهم عابر وخلافه طيب هو يتحدث عن أن الهدنة خلال ستة أشهر ستمكننا ستمكن المجتمع الدولي من رؤية الملامح يعني ما الذي يقصده بذلك هذا أولا ثانيا ما تتحدث عنه عن أن المليشية الحوثية تحقق مكاسب على الأرض هناك ضحايا من المدنيين هناك ضحايا أيضا من العسكريين والتزام بالهدنة يعني بالأمس القريب تحدث معنا متحدث عسكري من محافظة الضالع قائلا إن هناك خسائر في صفوف العسكريين والمدنيين وهم ملتزمون بالهدنة إذن عن أي هدنة نتحدث هو يتحدث فقط عن محافظة تعز في معرض حديثه يتحدث عن محافظة تعز وعن يعني إعاقة دخول النفط وأيضا قال إن هناك تحركات الحوثيين ضد شروط الهدنة سواء من خلال إعاقة دخول النفط أو الهجمات في تعز لم يتطرق إلى مارب ولم يتطرق إلى الساحل ولم يتطرق أيضا إلى الضالع وإلى الضحايا المدنيين والعسكريين نعم الخطابات الأمريكية هذه التصريحات هذه الخطابات هذه الرؤية الأمريكية لم تعود بعيدة عن فهمنا يعني ولا تحتاج إلى تكهن أو إلى قارئة فنجل هي واضحة المعالم هي تطمح فقط إلى أن يوقف إطلاق النار لا يهمها النتائج أن الحوثي يلتزم بالهدنة الحوثي يأخذ أماكن جديدة ما يهمها الآن هو فقط تسكين وتبريد القضية كما أشارت وكذلك أنه تقف أو يقل منسوب الضحايا من وجهة النظر هناك زاويتين أو رؤيتين لتقييم الهدنة يمكن أن نقيم الهدنة من وجهة نظر أمريكية ودولية ومن وجهة نظر المنظمات ويمكن أن نقيم الهدنة من وجهة نظر الشرعية والشعب اليمني لا شك أن تقييم الهدنة أو الهدنة الثلاث ونحن داقلين إلى الرابعة على اعتبار في 5 أكتوبر أو 2 أكتوبر تقييم الهدنة من ناحيتنا يختلف هم يقولون نحن قللنا البنسوب للضحايا الشرعية لم تستطع أن تنقذ عسكريا إذن ماذا نصنع؟ من باب الواقعية السياسية الفلك الأمريكي في رؤيته الخارقية يدور حتى الآن منذ خمسين عام حول مبدأ مشهور في السياسة الخارقية هي الواقعية السياسية أسسها كيسينجر وهي لا تزال تعمل وإنه لا يهم المبادئ والمثل والقيمة الإنسانية عندما تكون هناك المصالح الأمريكية إذن المصالح الأمريكية أولا والمصالح الأمريكية تتلقى ضغطا داخليا عند كل انتخابات وسطية أو برلمانية ولذلك يعمل بايدن وفريقه الآن ويقود هذا الذي يقود أنه لا للحرب الحرب هذه يبغي أن تنتهي حتى وإحتوينا إيران وأعطيناها بعض المكاسب هذه الرؤية لا يبغي أن تكون غائبة عننا ولذلك هذه الخطابات وهذه الرؤية تختلف عن رؤيتنا نحن نرى أن الهدنة طريق لتأسيس حكم ذاتي مستقر خاصة مع الدفق السلاح والمال وتكريس جغرافيا في الشمال أو جزء من الشمال لصالح الحوثي وإعطاء منها لإيران مقابل مقايضة في ملفات أخرى هذه رؤيتنا إذن عندما يقرأ القارئ أو الكاتب أو الباحث للزاويتين سيجد أن مصالحنا غير مصالحهم هم يبحثون أنت متى تعقق مصالحك عندما يكون مدفعك أقوى إن الله مع المدفع الأقوى إذن أين سيصل مدى مدفعك تقاه الحوثي هل أنت تقترب من صنعاه هل ستخلص طعز هل ستؤمن القنوب إذا سطعت ذلك سيتغير هذه الواقعية إلى واقعية جديدة الرؤية الأمريكية ستقول إذن هناك وقاية على الأرض ينبغي أن نبحث عن الحصان الرابع في الخيار اليمني خيارتنا الذاتية حصرنا هو الخيار العسكري والتفاف الشعبي والخيارات السياسية والاقتصادية والعسكرية إذا تحسنا تدى الشرعية هذه الواقعية السياسية التي هي زاوية نظرة الرؤية الأمريكية سوف تتغير نحونا وسوف يتحسن ما زلنا في هذا الطريق الذي لا نتقدم فيه كثيرا أو نحن رابضون صحيح أن الشرعية والتحالف أنقز ماذا أنقز؟ أنقز أن الحوثي كان يريد اليمن كامل هذا المشروع ليس حوثيا خالصا ليس مشروع إمامي كما نطرع وسلالي فقط هذا مشروع خميني له امتدادات رؤية احتلال لهذه المنطقة التي تقاور البحر الأبيض والأحمر وتمتد إلى قلب الخليق والمملكة إذن هذه الرؤية ينبغي أن نغيرها بخياراتنا الذاتية ودافع المجلس الرئاسي إلى شروط أفضل تحسن وضعه على طاولة الحوار أستاذ عبدالستار الشبيري شكرا جزيلا لك